السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا كان الأهالي لا يريدون أو لا يستطيعون استقبال عرض المساعدة من قبل السوشيال فربما يجب صحب الأطفال في بعض الأحيان هذا كان تصريح لرئيس الوزراء السويدي أورف كريسوشون خلال مقال للرأيه نشروا على موقع صحيفة داغنز نهيتر بتاريخ 13-2023 هذا المقال بيتعلق بالحملة ضد السوشيال واللي بتسميها وسائل إعلام السويدية بالديس انفو مخون أو حملة المعلومات المضلة ضد قانون حماية الأطفال أو رعاية القصرية للأطفال ومعرف بالـ LVU وسائل إعلام السويدية بتتهم هذه الحملة بنشر معلومات مضللة وتحريط ضد السويد وتضمن هذه المعلومات أن السويد تختطف أطفال المسلمين من خلال قانون رعاية القصرية للأطفال أو معرف بالـ LVU من خلال مصطحة شؤون الاجتماعية السوشيال وهذا الشيء حكينا عنه بكتير فيديوهات سابقة خصوصا الفيديو الأخير اللي بتعلق بتقرير صحيفة دارغنزنهيتر عن هاي الحملة نقلا عن تقرير طويل جدا نشرته كلية الدفاع عن هاي الحملة والمؤثرين فيها خصوصا الناس المحسوبين على التيارات الإسلامية بنفس الوقت نشر رئيس الوزراء السويدي مقال للرأي على موقع الصحيفة ذاتها صحيفة دارغنزنهيتر المقال اللي شايفين أمامكم على الشاشة واللي قال من خلاله أنه بعض الأهالي أحيانا عم يرفض أو لا يستطيع استقبال مساعدة السوسيال وبقتها لازم السوسيال يدخل ويسحب الأطفال وأنه الناس اللي عم تنقل المعلومات عن السوسيال عم ينقلوا معلومات خاطئة أنه هاي المساعدة أو تدخل لحماية الطفل عم يكون بمثابة اعتداء بالنسبة للأهالي خصوصا الأطفال المسلمين طبعا ما رح قدر استعرض لكم كامل المقال لكن ملخص هذا المقال هو أنه هذه الحملة بحسب أولف كريستيشون بقيس الوزراء السويدي تمثل تهديد كتير كبير سواء على الأفراد أو حتى على السويد كدولة وقال كريستيشون أنه حملة التضليل ضد مصلحة شؤون الاجتماعية السوسيال وقانون لـ LVU تعود جذوره إلى الصينمات القاسية ما بين التشريعات السويدي وتقاليد التربية لغالبا ما تكون مترسخة في أجزاء أخرى من العالم على حد تعبيره وأضاف كريستيشون بالقول لا تفرض جميع البلدان حضرا على عقوبة الطفل أو انتنص على الحقوق الفردية القانونية للأطفال وهناك عائلات لا تفهم أو لا تريد أن تتقبل أن القانون في السويد ينطبق على جميع الأطفال وجميع الآباء من جهة أخرى وجه أكتسيشون كلامه للشعب السويدي بالقول يجب دعم وظفي السوسيال بالقانون السويدي وإعطاء أو نشر صورة صحيحة عن السويد خصوصا للمواطنين الأجانب أو لما الشخص السويدي بتواصل مع المواطنين الأجانب بشكل عام سواء داخل أو خارج السويد وأن لا ينشروا المعلومات المضلة أو المعلومات الخاطئة طبعا مقال رئيس الوزراء كان أطول من هيك وفي كتير من الأمور لكن هذا كان الملخص أو النقاط الرئيسي بهذا المقال وهيك نحن نوصل لختام هذا الفيديو توقعنا رأيكم بالتعليقات حول هذا الموضوع شكرا لمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته